رشدة حضرتك بقى للتقوية منعتي النفسية أي بني آدم عنده مناعة نفسية جيدة ده معناه أنه يقدر يتحمل ضغوط يقدر يعبر عن مشاعره يقدر يتكلم في أفكاره يقدر يعرف أنه عنده مساحة من العتاب أعاتب أتكلم أطلب حلول أشوف اكتراحات أخد رأي ناس الخبرة مش أخد رأي ناس زيهم معنهمش خبرة في المشكلة اللي عندي أو أي إرشاد أو نصايح من حد بيفهم لو أنا مشكلتي مالية يبقى أخد نصايح حد بيفهم في الاقتصاد في الماليات في التحويش لو أنا مشكلتي أشتغل إيه أخد خبرة أسأل الناس اللي بتعرف تدور على عمل أو موجودة في مجال عمل أو موجودة في مجال تسويق لو أنا عايز أشتري حاجة لو أنا عايز أعالج مشكلة معمراتي مش الحل إن أنا عاود أتكلم فيها مع واحد زميلي قاعد معي على الكافية ولا على القاوة لأنه ممكن يكون زيك رأي صح أو غلط بس محتمل لازم أستشير ناس عندها الخبرة قصة الخبرة دي لازم يتحط عليها 6000 خط صح لأن الخبرات دلوقتي بتتاخد على الفيسبوك ومن على والجروبات اللي بتحصل بين الستات وبينهم وبين بعض ويعودوا يكتبوا مشاكلهم وتاخد بقى ها أعمل إيه أتطلق ولا ما أتطلقاش أنا أتضد الجروبس دي مشكلة كبيرة جدا حقيقي أه بصراح أنا ما قدرش أخرج منها لأن أنا بيهمني دايما أعرف الناس بتفكر إزاي لكن أنا عمري ما بشارك لكن أنا بتخد جدا من إن الناس بتزق بعض للقرارات بطريقة فين التأني فين الحلول الوسط فين التفاوض صح فين الخبرة فين إن أنا أسأل حد بيفهم في العلاقات الزوجية بيفهم في العلاقات العاطفية لكن يعني المسألة خطيرة جدا ومهم قوي إن إحنا نزود مهاراتنا أنا بشكر حضرتك الدكتورة رانيا ممدوح أستاذ مساعد الطب النفسي كلية طب جامعة القاهرة يعني دكتور ريهام دكتورة رانيا قدت لنا ملخص الحياة إنه إزاي بقى عندي رشدة للمناعة النفسية وهقول جملة أنا ممكن أكون بقولها لنفسي ربما تنفع حد وما تنفعش الآخر إنه في الأول وفي الآخر أنت ماكسمم عايش في الدنيا سبعين تمانين سنة بصحتك في النصف عشرين سنة فالدنيا مش مستهلة أي حاجة في الدنيا ودايما بقول إنه لو أنا طلعت من هذه الدنيا بدون ألم نفسي وبدون ألم جسدي صحي فأنا ربنا مديني أعلى ثروات الحياة كلها في الدنيا لا فلوس ولا منصب ولا أي حاجة الصحة بجد من غيرها مش هتستمتع بهذه الحياة